في خطوة لم توضح عنقرة أسبابها بعد سحبت قوات التركية من نقطة مراقبة في مدينة مورك بريف حماء الشمالي باتجاه عمق الشمال السوري هل هذا مؤشر على خضوع تركيا للضغوط الدولية والإقليمية والروسية بشكل خاص؟ ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون التركية خرشيد دالي أهلا وسهلا بك أستاذ خرشيد للتوضيح هناك أكثر من نقطة مراقبة تنسحب منها القوات التركية هذه النقاط هي جنوب إدلب حاصرها الجيش السوري في عملياته الأخيرة لكن تركيا رفضت أن تسحب قواتها من هذه النقاط ما الذي تغير اليوم برأيك حتى تسحب قواتها من تلك المناطق التي بات الجيش السوري يسيطر عليها؟ تحياتي أخي يوسف لك ولمشاهدي سكاي نيوز الذي تغير أنا باعتقادي الكثير أولا أن هذه النقاط وتحديد النقاط الموجودة في ريف حماء الشمالي باتت محاصرة من قبل الجيش السوري وهناك حتى احتجاجات حصلت بالقرب من هذه النقاط وبالتالي هذه النقاط في ظل هذا الوضع لم يعد ممكن وصول إليها من قبل التركي وحتى عندما يتم إصال المساعدات لهم يتم من خلال التنسيق مع الروس الأمر الثاني أن هذه النقاط على المستوى العسكي أيضا لم يعد لها جدوى وهي أساسا غير قادرة بمعنى على القيام بمهامها كما بحكم التطورات على أرض الواقع العامل الثالث عن اعتقادي وهذا هو الأهم هو عامل الضغط الروسي واضح أن هناك شد وجذب بين تركيا وروسيا في العديد من الساحات ولا سيما بعد تفجر أزمة القوقاز وتحول إدلب إلى منبع للمرتزقة وبالتالي أنا باعتقادي أن الروس ضغطوا كثيرا بهذا الاتجاه ولا سيما أنهم طلبوا خلال المحادثات التي جرت بين الجانبين على مستوى الفوض العسكرية تركيا بسحب هذه النقاط من جهة وبسحب الأسلحة السقيلة من جهة وأنا باعتقادي ضمن هذه الحسابات ربما وجدوا الأردوغان أو الحكومة التركية بأن مسألة بقاء هذه القوات ليس سوى عبئ وبالتالي ربما هذه الخطوة ستؤدي بنسبة لهم إلى إعادة انتشار من جديد هي عبء منذ شهور يعني منذ شهور دخل الجيش السوري إلى تلك المناطق كانت محاصرة كان في مشكلة في إيصال الغذاء والتدفئة للجنود في تلك النقاط كما ذكرت وهذا الكلام منذ شهور ونستطيع أن نعود لتصريحات لوزير الدفاع ووزير الخارجية التركيين والرئيس أردوغان الذين رغم هذه الظروف أكدوا أننا لن نسحب قواتنا من نقاط المراقبة مهما حدث اليوم يتم الانسحاب وتعلنه رويترز دون أي تصريح رسمي تركي لماذا؟ أنا اعتقادي حازة يؤكد ما يلي أن السياسة التي أتبعها رئيس أردوغان ولآته ووزير الدفاع بأنها لن يتم سحب هذه النقاط وصلت إلى طريق مزدود وربما أحس في العمق بأن ما لم يتم سحب هذه القوات فقط يتعرضون لهجوم ولا سيما أن القوات السورية تضغط بهذا الاتجاه خلال الفترة الأخيرة وهناك قصف يتم وربما الروسي نفسه بعد عدم تنفيذ ما التزامات من طريق انفور وما جرى في القوقاز ربما حس أردوغان بأن التوقيت ليس لصالعه ولا سيما أن الموقف الروسي كان خلال المفاوضات الماضية وهي مفاوضات كانت لأكثر من جولة وصلت إلى طريق مزدود صحيح هذا فيما يتعلق بالعلاقة الروسية التركية لكن داخليا يعني اليوم في على تويتر التركي هناك من يقولوا بأن هذه النقاط كانت ساقطة عسكريا منذ أشهر وأن الخبراء العسكريين أخبروا الرئيس أردوغان أنه لا فائدة منها مع ذلك أصر على بقائها وقتل فيها جنود أتراك لأنه كان تعرضت كما ذكرت لمظاهرات تعرضت لهجمات انتحارية الآن هؤلاء الجنود الأتراك الذين ماتوا خلال الشهر الماضي في هذه النقاط العسكرية ماذا استفادت منهم تركيا من موتهم هناك أخي يوسف أنت تعرف أردوغان وكيفية إتباع العنات في السياسة وكيفية رقف السقف عاليا في كل الخطابات وأنت تعلم جميعا ما كان يتحدث بأردوغان من الآت وأنه سيصلي في جامع الأموي وسيعطي فرص للرئيس السوري للرحيل اليوم وصل إلى أن انحصر في هذه المنطقة وتحديدا في إدلب ماذا استفاد أنا اعتقادي هو على المستوى الحقيقي لم يستفيد شيء سوى أنه زاد من مستوى الدماء زاد من مستوى الاحتلال جلب مشاكل لداخل التركي تركيا نفسها باتت منقسمة هناك ملايين اللاجئين السوريين الآن في تركيا وهناك أعباء كبيرة إلهم وبالتالي أنا باتقادي هناك دوما نوع من الرهانات الخاطئة للرئيس أردوغان عندما يفتح نزاع وثم يتدخل عسكريا في ذلك ويرفع السقف ولكن على أرض الواقع نشهد عكس ذلك تماما يعني هو نفسه أكد وأعلن ميرارا بأنه لن يسحب هذه القوات مهما حصل اليوم هو نفسه يسحب هذه القوات في ظل الصمت كامل لا نسمع أي مسؤول تركيا تحدث عن ذلك ولا حتى الصحافة التركية التي تتابعها تتحدث عن هذا الموضوع هل هو نوع من الهزيمة الحقيقية دون الاعتراف في هذه الهزيمة أنا أعتقد ما يجري الآن هو في النهاية سيؤدي إلى تقليص والدور التركي في تلك المنطقة وربما ستؤدي إلى انتلاب بعد حتى الفصائل المسلحة كما نسمع الآن ضد سياسة أردوغان نظرا لأنه بات واضحا يتاجر بهم ويزيد من معاناة الأهالي في تلك المنطقة دون أي ضمانات يقدم لهم شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت الخبير في الشؤون التركية خرشيد دالي